في ظل انسداد أفق المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان والوصول إلى اتفاق نهائيا يطبي صفحة ملف سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي أكد السفير الإثيوبي لدى السودان بيت الأميرو استعداد حكومة بلاده التفاوض مجددا مع كل من مصر والسودان بشأن السد مضيفا أنه يمكن حل كل المشاكل بطرق أخوية الدبلوماسي الإثيوبي قال إن أديس أبابا مقتنع بأن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل كافة المشاكل بين إثيوبيا ودولة المصب مؤكدا بشأن الملء الثالث أنه قد انتهى بنجاح وتم تشغيل التوربينا وإنتاج الكهرباء دون تأثير على السودان ومصر بل إن الملء الثالث خفف من حدة الفيضانات في السودان على حد تعبيره التصريح جاء عقب إعلان إدارة سد النهضة في الواحد والعشرين من الشهر الحالي أن إثيوبيا تسعى لإتمام مشروحي إنشاد السد في أقل من عامين كما إنها تعمل على تشغيل باقي التوربينات في أكبر السد لتوليد الطاقة الكهرمائية بإفريقيا والاستعداد للملء الرابع بعد انتهائها من الملء الثالث وتخزين كميات تصل إلى 22 مليار متر مكعب وتمرير المياه عبر الممر الأوسط للسد ترجمة نانسي قنقر